في ظل جائحة كورونا وعلان تسجيل أول إصابة في محافظة شبوى مطلع مايو اتخذت لجنة الطوارئ بالمحافظة إجراءات عدة لكنها لم تكن كافية لإيقاف انتشار هذا الوباء مركز الحجر الصحي بمدينة عتق استقبل عددا من الحالات المصابة بالفيروس والتي تخضع للعلاج في ظل مخاوف من تفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة نتيجة قلة الإمكانيات والتجهيزات الصحية في المحافظة كبقية المحافظات الأخرى ننصح جميع المواطنين بالبقاء في بيوتهم والتزام بعد التجمعات والاختراطات لأن الوضع خطير جدا والمرض فتاك لاحظنا في المرضى الذي عندنا وصل عدد الوفيات في مركز العزل خمس حالات لا تجهز لدينا حتى الأسرة الكافية إذا تدفقت علينا المرضى من جميع المديريات تزيد المعاناة لدى العاملين في مركز الحجر الصحي نتيجة غياب جهاز البي سي آر في المحافظة حيث يتم نقل عينات الفحص إلى محافظة أخرى ما يؤدي إلى تأخر ظهور النتائج مركز العزل بحاجة إلى جهاز البي سي آر وبأسرع وقت لأن العينات التي نأخذها أو المسعة نرسلها إلى حضر موت الفريق المتواجد بالعزل محافظة شبوة تم تدريبه وفق منظمة الصحة العالمية فريق مؤهل من متكامل من دكاثرة وتمريض ومكافحة عدوى ومختبرات ونظافة يبذل طاقم مركز الحجر الصحي بمدينة عتق جهودا كبيرة لمواجهة فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين ومناشدات بضرورة التزام المواطنين بالحجر المنزلي وتجنب التجمعات والأخذ بالإرشادات الصحية للوقاية من هذا الوباء الذي بات يهدد حياة كل اليمنيين وليس أبناء شبوة فقط أوبكر حسين لقناة بلقيس شبوة اشتركوا في القناة